وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس ثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الزيارات تدخل في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين كما سيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادية الدولي بسان باترسبورغ الروسية